أستاذ سامية كنا بتتكلم الكوارع أحسن الكوارع أولا الفاتة طيب هما الاثنين في الأول هما سعاراتهم الحالية عالية جدا تماما؟ إحنا لو تكلمنا في الاثنين ده هيدخل الكاتيجوري بتاع الكاربوهايدريت بالنسبة عالية جدا من ده هيدخل نسبة البروتينز والفاتس بالنسبة عالية جدا موضع الشرب كنا نتكلم عنه شرب كنا نتجيش حاجة في الكوارع عند الوقت الكوارع برضو هي مرتبط ارتباط وسيط بصلابة الرجل وبصحته تماما؟ وبرضو بتدي باور عند الطرفين تحديين وخاصة الراجل يقول كنا راح أكل كوارعك راح تسمنه إنه هيهدد حيطة تقريبا ماذا صحة الكلام ده من عدمه ومحمد تبدأ تبدأ بالكوارع ولا تبدأ بالفاتة ولو يعني الراجل نفسه فيها وهي نفسها فيها القدر اللي ممكن يخضوه منها هو الاختيار صعب بقلتني يا سرعان لا يعني دايما نقول إيم هو إذا أمرت أن تطاع فأمل من ما يستطاع لو إحنا هنقول اللي إحنا هنعملوها في العيد برضو عشان واحد ما يشيدش قوي على الناس برضو فإحنا هنقول إن إحنا هتاخد ماشي فاتة بس بكمية صغيرة يعني ما تتجاوشت الطبق الصغير وقطعة واحدة من الكوارع جنبيها ده هيبقى كفاية وزيادة وغطة وكل حاجة إحنا عايزينها في البطنة آه يعني ممكن ياخد طبق صغير طبق صغير ونصغر الطبق بداش الطبق الصغير كل واحدة علىها كل واحدة على أدو طبقه أنا بقولها الطبق لا ما كل واحدة على أدو طبقه يعني من نسبالي كده صغير من نسبالي كده صغير لأ إحنا هنقول الطبق فطبعان يا جماعة طبق صغير طبق صغير طبق صغير طبق صغير الطبق الصغير ده وكتعة كطع عيق كتعة صغيرة وكتعة يا جماعة من اللحمة صح كده تمام يعني كتعة صغيرة وطبق صغير يعني على قد نفسك كزي ما بيقوله يعني مش لازم بالضبط كده إحنا هنأكله علشان ما يبقاش نفسنا في حاجة طبعا أنا ما بحبش نظام المنعي خالص بس دايما لما بقول إن الواحد هيكل بيأكل كمية بس يأكل كمية معقولة وكمية صغيرة إنما إن أنا أزود في الحاجة دي هيبقى ليها أضرار بعد كده وطبعا لازم يكون جان بيها الخضار لازم يكون جان بيها سلطة ولازم بعد كده تاخد شوية مشروبات حارقة علشان تبتدي تسيح الدماء هل المشروبات الحارقة دي بقى؟ هل تاخد كل المعلومات مرة واحدة بقى؟ إن شان إذا مشاهد؟ لا خلاص ماشي أنا ممكن أقول المعلومات ماشي المشروبات الحارقة إحنا بناخد منها الجريل تي دا الشي الأخضر هو بيحرق كمية محترمة من الدهون بس مش في الواحده برضو بنيدي معاه طبعا دا بيبقى كوبية وطبعا يستحسن إنه هو يكون انسويتند يعني أنا ما كنتش باخد حاجة بتحرق وأخد معها سكر اللي هو هيكليني أخد كالوريز يعني تاخد شي أخضر بدون سكر أو السكر لو أخد يكون سكر كفاية اللي إنت خدته في الكوارع وخدته في الفتة لو إحنا اتكلمنا بعد كده فيه كمان الجنزبيل مع القرفة دا بيعتبر مشروب من مشروبات الحارقة والمشروبات اللي بتاحنا كتير وخصوصا للنشويات والكربوهايدريت فإحنا برضو بننصح بيه لو حد أخد أو كالفتة أو لو فتة أو كالكوارع هي مش هتجيب نتيجة بس إحنا بنحاول يعني على الأقل هتجيب نتيجة حتى لو ليلة معا كمان إن هو لو تحرك شوية حرق شوية من الدهون بالزبط كده يعني مشي مثلا 100 كيلو ولا 200 كيلو هيبدأ إن هو الدهون ممكن تقل شوية بالزبط كده مش هيبقى زي اللي أخدها ونام أو أخدها ما تحركش خالص ولا أشرب أي حاجة تانية خالص فيه عندنا كمان الشمر ممكن كمان مشروب من الشمر وممكن نحط عليه كامون ده برضو بيبقى من الحاجات الكويسة جدا كمشروبات ممكن إن هي تقلل شوية من الإفكت الدار اللي إحنا أخدناه كويسا موسيقى موسيقى موسيقى